لو عندك نص كيلو دقيق هاتي وتعالي عايزين تلات كوباية دقيق هم في حدود نص كيلو دقيق هنعجنهم هنزل بالمية حبة حبة لحد ما نعجنهم نلمهم حلو ونعجنهم وإحنا بنعجن ما تنسنيش في اللايك والشير والكومنت ولو لسه لحد دلوقتي ما اشتركتش في قناتي اشتركي ونوريني طبعا كوباية المية جنبك لحد ما نلمي دقيق ويوصل للمرحلة دي ونعجنه مثلا خمس دقيق وبعد ما نعجنه نحط رشة زيت وننزل بالعجينة بتاعتنا ونقطعها هقطعها لعشر قطع براحتك انت عايزة تصغري عايزة تكبري براحتك وما ننساش نصلي على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ اللي على اليوم الدين هنقطع العجينة بتاعتنا بالشكل ده كده وطبعا عايزة تزويدي في العدد عايزة تقللي يعني عايزة الواحدة رفياعة شوية عايزات خينة شوية دي حاجة براحتك وطول ما في دقيق في البيت احنا نخترع براحتنا بعد ما قطعناها كده هناخد كل واحدة وننكورها كده كرة لوحدها لحد ما نخلص كل الكمية بتاعتنا بالشكل اللي انتو شايفينه ده شايفين السرعة ما فيش اسرعة من كده بعد ما خلصنا كل الكور بتاعتنا هنجيب طبقة حلوة كده وندهنه دهنا بسيطة من الزيت ونحط بقى فيه اللي احنا عملنا كله ونغطيه وننسيبه وميرتاحه خمس دقايق كل ما العجينة ترتاح كل ما تفرد معنا بسهولة طبعا احنا ولا حطين خميرة ولا حطين اي حاجة احنا بنسيبها ترتاح بس هناخد كل واحدة عملناها ونفردها فردة بسيطة ومش هنفردها جامد كده ونحط بين الطبقات سمنة هي هتفرد معاك بمنتهى السهولة ولو حطة تقطعت منك ولا اي حاجة ما تقلقيش كلها هتلمف بعضه وما فيش حاجة هتبان طبق كبير ونحط فيه رشة زيت والطبقات اللي احنا بنعملها دي نرسها فيه اهم حاجة ندم من كل طبقة والتانية حابة سمنة حلوين حطناها ودهلنا السمنة هناخد الكرة اللي بعدها ونفردها ونفس اللي عملناه في الاولى هنعمله في التانية الحاد العشرة ويلا نصلي على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ العلى الى يوم الدين خلصنا الطبقة التانية هنحطها على طبقة الولى عادي وما تقلقيش وهتشال طبقة السمنة دي عايز اللي هتشالها هتشال بمنتغس سهولة حطناها بقى هنحط السمنة بتاعتها ونكمل بقى كل الطبقات هنحطها ونحط السمنة اهم حاجة ما ننساش حابة السمنة اللي بنحطوهم علشان تطلع معنا وما تتقطعش وما تنسوش بقى اللايك والشير والكومنت واللي ما اشتركش في قناتي ينورني علشان اكبر بيكو وطبعا مفيش اسهل من كده هنحط ونفرد وفي دقيقة هتكون اتفردت ونحط كل الطبقات على بعض وبعد ما نخلص كل الطبقات اللي احنا بنعملها هنغطيها بكيس ونحطها في التلاجة 10 دقيل هنحضر بقى الحشوة اللي هنحطها في وسط العجينة بتاعتنا انا هحط جبنة براميلة عادي جدا عندك هتتلحمة بيتها عندك هتتفراخ فضلة كده من مبارح اعمليها ببصلية وحطيها في النص هتدي طعم جميل او جبنة رومي او لانشون او من غير خالص هتبقى جميلة هنحضر بقى حط نومة في التلاجة 10 دقايق هنطلعها ونفردهم فريدي بقى حلو حتى لو تقطعت منك ما تقلقش احنا هنعمل كزة طبقة فمش هيهمنا لو حاجة تقطعت يعني كله هيدخل في بعضه ومش هتبن حاجة هننزل بقى بعد ما فردناها حلو بقى ديكي كده على قد ما تقدري هننزل بالجبنة بتاعتنا ونلف لفة وندي انطبقة سمنة زي ما انتو شايفين كده هنلف اللفة وندي انطبقة السمنة ونلفها بقى رول لم يبقى متجنب شوية كده فريدي بقى ديكي هي بتتفرت بمنتهى سهولة اول ما بتعمليها كده بتتفرت جدا لفي كده بالمنظر ده شدي ولفي عادي كل ده هيتلم معيكي ما تقلقش خالص اي قطعة معيكي ما تقلقش منها هنجيب بقى السنية اللي هنحط فيها وندي انها ده هنا حلوة واللفة هبقى رول كده زي ما انتو شايفين بالمنظر اللي انتو شايفينه ده عايزين تحطوها صوابع عادي هتبقى حلوة برضو اي شكل يجبك ممكن تجيب سنية مستطيلة وتعمليها بالطول هتبقى جميلة مش انصعب على نفسنا حاجة اللي موجود عندك عملي بيه نحط كده نلف ونكمل بالتانية يعني اللف الواحدة لحد ما نخلص ونكمل لحد ما تاخد شكل السنية هنمسك بقى الرق بتاعنا كده ونفرده كل ما تفردي اكتر كل ما يبقى مورق معاكي اكتر فريدي وزي ما اتفقنا ما يهمكيش حاجات قطعت كملي وما تنسيش السمن عشان كل مرة بقى هنساها وارجع حطها وفريدي ولمي وبصه يا ما شاء الله معانا بتتمطي وسهل عادي خالص بتروح بتيجي معاكي كده بقى دي تقريبا اخر واحدة هنعمل لحد ما السنية تاخد خدت السنية بتاعتنا خمس لفات كده بقى السنية خلصت وشكلها بقى حلو طبعا احنا المفروض مولعين الفرن بتاعنا يسخن على اعلى درجة حرارة هنحط رشة سمنة على الوش وناخد السنية نحطها في الرف اللي في النص كده احنا عملنا خمس طبقات من اللي احنا عملناهم احنا كنا عاملين عشرة فاضل خمسة عملنا سنية حلوة كده بتجبنا الخمسة البقين بقى نعملهم فطيرة هنضف الرخامة بتاعتنا نخسلها حلو جدا وقبل ما نحط العجينة بتاعتنا مسح تخلي بسيطة كده وننزل بالعجينة بتاعتنا نحطها هما دول الخمس طبقات على بعض هما بيتفردوا اصلا معاكي مش محتاجين اي حاجة وتحطيهم وتفرديهم بايدك هيتفردوا وتشدي كده ولو تقطعت عادي ما تقلقيش زي ما احنا متفقين هنعمل كزا طبقة وشدي براحتك هنفرد حلو جدا على قد ما تقدري وجنبيك بقى طبق في سامنة على زيت زبدة سامنة بس اي مادة دهنية موجودة عندك عملي بيها وفردي ودهني فردي كده هتي الحروف دي وفرديها ودهني وبعد ما تفرديها حلو وتحس ان الدنيا تفردت معاكي حلو لمي بقى ودهني اهم حاجة تدهني سامنة بين كل طبق او طبق بين كل تانية وتانية اي تانية كده تتنيها ادهني حابة سامنة من اللي انت حطهم جمدك وضغطي عليها افرديها تاني حتى اللي تانيتها افرديها تاني زي ما انتو شايفين كده اتني ودهني السامنة ويلا بعيا اللي ما اشتركتوش اشتركوا في القناة ما تنسوش اللايك والشير والكومنت ويلا نصلي على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين وما ننساش نقولي الاسكر واحنا شغالين ونقول دعاية طعام اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منهم كل ما تفريدي اكتر كل ما الطبقات تبقى مورقة اكتر هما دول اصلا كانوا خمس طبقات على بعض وعليهم سامنة يعني هما اصلا ان شاء الله باذن الله هتطلع مورقة وزي الفل تخيلوا الصواني اللي احنا بنعملها دي من 3 كبات دقيق من اقل من نص كيلو دقيق عملنا صنية حلوة كده بالجبنة وهنعمل فطيرة ان شاء الله باذن الله تحفى هنعملها انتو بتشتروا الفطيرة دي من برا بكام يعني احنا لو حابين نشتري فطيرة زي دي من برا هتتكلف كام احنا عملناها بربع كيلو دقيق او اقل كمان هنحط كده وندهن اما حاجة من ننساش ندهن السمنة كده خلصناها يعتبر هناخدها كده اللي ماه في بعض هحطها بس كده في طبق السمنة على منظف الرخامة علشان نعرف اشتغل عليها ننظف الرخامة نخلص ونجيب الصينية بقى اللي هنحط فيها الفطيرة بتاعتنا ونفردها الصينية هي هننزل بقى بالفطيرة ونبططها كده هتاخد حجم الصينية ولو عايزها ارفع تقدري تحطيها في صينية اوسع بس انا بحب الفطير تخين مش بحبه رفيع انتي لو بتحبي رفيع حطيه في صينية اوسع وفريدي هتتفرد معيك على الوش بقى حتزبدة كده او لو عندك اشتغل وباسم الله ما شاء الله اللهم بارك شكلها تحفى من قبل ما تستوي احنا بقى حاطين الصينية الاولى في الفرن هنروح نشوفها اهي بتستوي هي وبتغلي من جوه وطلعناها ما شاء الله رحتها جميلة انا غطيتها دقيقتين وقبل ما غطيها كده اديتها رشة مية بسيطة وعلى ما الفطيرة بقى تستوي هنحضر بقى الحاجات اللي جنبها كده حت الجبنة قديمة الفطيرة هيستويت ما شاء الله طلعناها من الفرن هنحط على وشاعة تقشتة كده بس اهم حاجة وهي سخنة قبل ما تبرد وبعد ما تحطي القشطة غطيها دقيقتين كده تعرق في بعضها عشان تبقى طارية ما تبقى شناش في قبل سمعين القرمشة بصوا 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 ما شاء الله عاملة ازاي بصوا لونها عامل ازاي من تحت ومن فوق ما شاء الله اللونين احلى من بعد اللهم مبارك تحفى ورحتها جميلة ومش رؤيئة مسكة نفسها كده وفطيرة حلوة من اللي قلبك يحبها بصوا الفطيرة ما شاء الله عاملة ازاي ومن نص كيلو دقيق واقل كمان تات كوبات نص اللي حبها صغيرين عاملنا صنيتين حلوين واحدة بالجبنة واحدة فطيرة عادية لو صحية كده ما عندك يش عيش ومعمليون مش هيخدوا منك وقت ومشاء الله حاجة جميلة وحاجة نضيفها بصوا الفطيرة عاملة ازاي وبجد لو حبيته تشتيروا الفطيرة دي من بره هتتكلف فلوس كتير قوي عن اللي انت عملتها في البيت ومورقة من جوة وجميلة والطعم بقى والريحة حكاية هاقصها كده بقى بالمقصة قطعها اربعة اربع سمعين بقصة القرمشة وشايفين قلبها عامل ازاي بصوا شكلها مستوية من كل حتة ما شاء الله من الحرف ومن الظهر ومن القلب ومن كل حتة وحضرنا بقى الجبنة القديمة والعسل وكل حاجة كده تتاكل معاها نروح بقى اللي بتجبنا ونشوفها عاملة ازاي برضو جميلة وخطيرة اللي بتجبنا دي عايزة كوبات شاي حلوة كده وتاخدي حتتين معاهم وتبقى كده وجبة جميلة كده الفطيرة بتاعتنا هنحطها عالصنية بتاعتنا دي كوبات شاي للفطيرة مجبنة بس حاجة كده مخصوص تمعين القرمشة تاخدي بقى كوبات الشاي عليهم كم قطعة كده من الفطيرة مجبنة دي وتعادي تفطري كده ويا سلام والفطيرة التانية بقى تعمليها كده وحبت عسل وحبت اشتا على حتة جبنة قديمة واحلى وجبة فطور عاشا غدا ماشية في كل الوجبات ما شاء الله اللهم بارك الصنيتين اللهم بارك احلى من بعد ولو وصلت معي الحد هنا وعجبتك الطريقة بتاعتي ما تنسينيش في اللايك والشير والكومنت ولو لسه مشتركتش في قناتي اشتركي ونواريني ما تنسينيش في دعوة حلوة ولكي بالمثل واكثر واللهم وصلي وسلم وابارك على سيدة محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ العلى الى يوم الدين تفضلوا معينا وبالفه هنا واشوفكم على خير السلام عليكم اشتركوا في القناة